يعاني العراق من أزمات كثيرة أكثرها تعقيداً وخطورة تردي الخدمات في مستشفياته الحكومية ويعتبر مستشفى النسائية والتوليد التعليمي في كربلاء مثالاً صارخاً يجسد ذلك إذن هي حالة معساوية يعيشها كل من يزور هذا المستشفى وقد كان لوفاة سيدة أثناء الولادة مؤخراً بسبب عدم توفر دم كاف لها في المستشفى أثر سلبي على جميع زائريه القاصدين الاستشفاء في عياداته وراء نص ساعة قال وصار عندها نزيف تروح جيبنا بطلين دم أو عندك من قريبك يتبرعون أو كذا قلت لهم ما عندي وهلي بعيد تقريباً 30 كيلو عن كربلاء ما يلاحبون قال تسوي لك كتاب المستشفى حسيني وتروح تجيب من المستشفى حسيني ورحت المستشفى حسيني أول قرفة يقول إحنا ما عدنا نروح للقرفة الثانية والقرفة الثالثة وتكبر مأساة الاستشفاء في هذا الصرح الطبي بعد حالة الوفاة هذه بسبب التقصير والإهمال تكبر عند الحديث عن حالات وفاة أخرى تكررت فيه للسبب نفسه ولأسباب أخرى طبعاً هذه الحالة ليس أول مرة تقريباً سبع حالات إلى ثمان حالات في مستشفى الولادة مستشفى كربلاء وبسببها توفت هذه المرة وتركت تقريباً سبع إلى ثمان أطفال والطفل اليوم الحديث الولادة اللي عمره ساعة ويطالب ذو وأقارب الضحية اليوم الكشف عن حقيقة ما جرى للسيدة التي توفيت في المستشفى كما يطالب هؤلاء بمحاسبة جميع المقصرين والمتهونين بحياة الأروح ليس وقت يوصل الجي متبرعين زيان هم المستشفى ما عندهم دم ينقذونها للمرة المشكين ليش عافى ثلاث من أطفال وهذا الطفل التاسع حديث الولادة عمره سنة سنتين العفو أسبوع يعني وين راح ينتوجه فيه حالة ليش الناشد الحكومة المحلية والمركزية بالتدخل الفور والسريع لمحاسبة مدير المستشفى ومحاسبة الدكتورة المسؤولة عليه وعلى ضوء التقرير للطلاع من المستشفى تقرير صار به يعني لعب أو تغيير أو فرشي على مود ليحملوا المسؤولية نفسهم وإلى أن تشرعت جهاته المختصة بالتحقيق من أجل كشف حيثيات الحقيقة تبقى هذه السيدة التي غادرت الحياة بسبب عذر يرفضه الجميع تبقى إحدى ضحايا العراق الذين تفتكوا بهم أياد الفساد والتقصير الحكومي يوميا